وفي عيد الفلاح بنقوله من جوة صباح الخرية مصر كل سنة وانت طيب وبالتأكيد الدولة عملت جهود كبيرة جدا للفلاح المصري خلال الفترة الأخيرة وخلينا نقول لنا ما فيه شك من فيه اهتمام كبير جدا جدا بالمزارعين لأن الدولة بتشوف منهما عصب الأمن الغذاء المصري علشان كده دايما فيه تحرك قوي من الدولة المصرية عشان تدعم ملف الزراعة بكل ما أتيت من قوة وعشان تضع حزمة من الحوافز للمزارعين وعشان تجيب تقاوي جديدة وعشان توفر معلومات من خلال الإرشاد الزراعي خلينا نتعرف في ذكرى عيد الفلاح اللي بنحتفل بها بالفلاح المصري إيه هي التحديات اللي بتوجه الفلاحين دولة عملت إيه ونقص الفلاح المصري إيه هل فيه حاجات محتاجها إيه هي الحاجات اللي بتوجهون رحبا معنا بالدكتور سيد خليفة نقيب الزراعين للنوار النهاردة فيه ستوديو صباح القرية مصر أهلا بحركة فقط أهلا بيك وبالسادة للمشاهدين جميع ولسانة وحركة طيب الأول ونطيبين عيد الفلاح عيد عظيم وذكرى عظيمة أكيد بنحتفل برمز من الرموز ما يقلش عن عيد العمال وما يقلش عن أي عيد لأنه هو طبعا قيمة ورمز خلينا نتكلم في البداية أكتر ما يشهد ملف دعم المزارعين من تطورات خلال الفترة الأخيرة وأهم حزم الدعم اللي قدمت من الدولة على مدار الفترات المتعاقبة 9 سبتمبر هو يوم العزة والكرامة للفلاح المصري الفلاح المصري هو مواطن بيحب بلده على مدى تاريخه عبر ألاف السنين الفلاح المصري لم يترك أرضه يوم الأيام إلا وقام بيئة زراعتها كل ما يقدمه الفلاح المصري كلنا بنشكره عليه لأنه هو بيساهم في الاقتصاد القومي هو المسؤول عن توفير الأمن الغذائي للشعب المصري كل التحية لكل فلاحين مصر على مجهوداتهم وعلى وطنيتهم وعلى إخلاصهم وعلى حبهم لبلدهم على مدى ألاف السنين وهم مخلصين لبلدهم والدولة المصرية بتحتفل سنويا تكريما لهذا الفلاح المصري على دوره الوطني وكل الدعم تقدمه للفلاح المصري حضرتك بدأنا الحوار ما هو الخدمات التي قدمتها الدولة خلال السنوات الأخيرة للفلاح المصري 9 سبتمبر 52 يعني من 70 سنة صدر قانون الإصلاح الزراعي وأصبحوا صغار المزارعين يتملكون الأراضي وإستمر هذا النهج وجات ثورة 30 يونيو 2013 لتستكمل الدعم الكامل للفلاح المصري بس يمكن من أيام عرابي من 1881 من 9 سبتمبر 81 أيام عرابي ثورة 52 دعمت اللي كان من أيام ثورة عرابي والاهتمام بالفلاحين لما قال كلمته الشهيرة لن ورث بعد اليوم والكلام ده كان بذكرى هذا اليوم بذلك صحيح ولما قامت ثورة 52 يوليو 52 صدر قانون الإصلاح الزراعي وتمليك صغار المزارعين للأراضي وبالتالي لما جات حتى ثورة العظيمة ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 استكملت ما قدمته حزمة كبيرة جدا للفلاحين خليني أقول لحضرتك النهاردة السيدة الرسعة في التحسيس والقيادة السياسية ما يتم في تطوير الريف المصري حياة كريمة في قرى مصر المشروع العظيم جدا هو لدعم الفلاح المصري لكي يعيش حياة كريمة لكي يحسن من حالة الفقر التي يعيشها الفلاح المصري تحسين الحالة الصحية وبالتالي ده أول شيء أول حد يفكر أنه يطور الريف المصري عشان الفلاح المصري كلنا فلاحين كلنا 60 مليون يعيشون في الريف هذا هو المشروع القومي كل ده دعم للفلاح لما تيجي تتكلم على قطاع الزراعة النهاردة تبطين الترع تبطين الترع عشان الميا كانوا أهلين الفلاحين يشتكوا أنه نهاية الترع الميا ما بتفصلش أرضهم المريالات التي تطوق دي لصالح الفلاح المصري طب هل الفلاح المصري دفع تمن تبطين هذه الترع لا بتتحملها الدولة عشان توفر الميا لنهاية الترع وعشان يزرع أرضه وعشان نزود الإنتاج ونزود الأمن الغذائي خلينا عايزة أخذ نقطة صغيرة بس الإرشاد الزراعي يمكننا لما استهلما سفرنا وشفنا حصد الأمح الإرشاد الزراعي قبل 30 يونيو 2013 وبعد 30 يونيو 2013 اختلف إزاي في قرمص ونشان الزراع ده أعتقد أنه هو حلقة الوصل ما بين وزارة الزراعة أو ما بين الحكومة المصرية أو الدولة المصرية أو ما بين الفلاح هو الوسيل صحيح شوف حضرتك من أهم التحديات في قطاع الزراعة وجود العنصر البشري التعينات داخل الجهاز الإداري للدولة أعتقد من 85 ما فيش تعينات محدودة جدا وبالتالي حتى الزمل اللي بيعملوا داخل قطاع الزراع سنهم ما بين 58 و60 يعني على مدى سنتين ثلاثة هتلاقي العدد ده تقلص تماما وبالتالي كان دور المرشد الزراعي كان دور مهم جدا لأنه هو اللي بيدي حزمة الإرشادية هو المرتبط ارتباط مباشر مع الفلاح في الجامعية وفي القرية ولكن دلوقتي مع التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي أصبح هناك إجراءات قد تعود ولكن وجود العنصر البشري أنا معاك مهم جدا إنما في ظل تطور الرقمي دلوقتي أصبح الإرشاد الزراعي هناك منظومة للإرشاد الإلكتروني إنما لابد أيضا من وجود العنصر البشري ولو أعداد محدودة منه لأن عشان تبحث وتدور على استدامة القطاع الزراعي لابد من وجود العنصر البشري وعشان كده إحنا حتى كزراعيين بنطالب أن يكون هناك تعينات في تخصص معينة تخصصات محتاجينها زي الإرشاد الزراعي وبالتالي ده اللي بيعمل عملية الاستدامة للعنصر البشري والاستدامة للقطاع الزراع خلينا أقول لحضرتك من ضمن الحاجات الدولة المصرية والسيد الرئيس والحكومة النهاردة تحديد أسعار استرشادية للمحاصيل قبل زراعيته كان دايما أهلنا الفلاحين بيشتكوا من عملية تسويق المحاصيل قطنوا أمح الاثنين كانوا عاملين مشاكل كتير صحيح النهاردة يمكن إحنا الأمح لسه يزرع أول نوفمبر يعني بعد شهر ونص ولا قرابة شهرين من دلوقتي الدولة أعلنت السعر عشان لا تاخد به ثمن أردب الأمح الموسم القادم بإذن الله السعر ده حددته بألف جنيه للأردب العام الماضي كان 865 الموسم المنتهي السنة ده زودته في الموسم والسعر ده ممكن يزيد سيد الرئيس يوم الأحد الماضي كان فيه اجتماع مع دولة رئيس الوزراء والسيد وزير الزراع ووجه أيضا بزيادة حافز مالي قبل موسم الحصاد إن شاء الله بتاع الموسم القادم عشان الفلاح يلاقي عائد مجزي نشجعه على زراعة هذا المحصول السراتيجي وبالتالي حتى قصب السكر حتى بنجر السكر اللي هي المحاصيل للسراتيجية اللي الدولة بتحتكها بيحركوا شعرها سنويا لمصلحة الفلاح عشان يلاقي عائد مجزي فيه بعد مهم جدا لازم ناخد بالنا منه احنا كان عندنا التقاول المحسنة او التقاول المعتمد كانت محدودة جدا على سبيل المثال في الأمح السنة اللي فاتت كان عندنا تقريبا حوالي 40 ألف طن واحنا بنزرع 3.5 أو 3.6 مليون فدين كانت نسبة التقطية دي تقريبا حوالي 40% من المساح والفلاح بيزرع من التقاول اللي بايت عنده من السنة الماضية وبالتالي الانتاج بتاعه بيكون قليل إنما لما بزرع بتقاوي محتمدة ومحسنة بتزود لي الانتاجي السنة دي الدولة المصرية وفرت 148 ألف طن من تقاول أمح اللي هتزرع الموسم القادم تقريبا نسبة تقطية تكون حوالي 70% وده برنامج أطلاقه السيد الرئيس اللي هو لتحسين انتاجية التقاوي سواء محاصيل استراتيجية أمح دورة رز أو محاصيل القدار لأننا بنستورد منها هو ده اللي بنقول عليه التنسيق بين الهيئات المختلفة وهو ده اللي بيحصل في الجمهورية الجديدة احنا مش كل هيئة شغالة لوحدها احنا بنتكلم في إن مراكز البحوث الزراعية والزراعية والحاجات دي بتشتغل على تحسين الجودة بتاخدها بقى وزارة الصراع وبتتعامل معها وبتوصلها يمكن كان فيه هدايا رئاسية للفلاح في عيد الفلاح احنا شفنا الفترة اللي فاتت مشروع الغلال المشروع قومي للغلال ده يعني فرق جدا في توريد الغلال وفرق جدا في كمية الهدر اللي كانت بتحصل شفنا موضوع طبطين الترع اللي تكلمنا عليه وإن قد إيه كان عندهم مشكلة في نهايات الترع فإحنا بنتكلم إن كان فيه يعني مجموعة من الهدايا اللي الرئيس بيقدمها يمكن كمان ضريبة لمدة ست سنوات اتشالت من على الأراضي يعني لو بدأنا بآخر جزء اللي هو ضريبة الأطيان الزراعية ضريبة الأطيان الزراعية 8 سنوات الدولة بتتحملها الفلاح لا يدفع قيمة الضريبة العقارية وده توجه محمود من الحكومة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية اللي مصر جزء منها وبالتالي دايما كل سنة البرلمان بيوافع على تأجيل قيمة الضريبة العقارية دي 8 سنة بيتم فيها عملية تأجيل للضريبة العقارية سيادتك لما نيجي نتكلم حتى على الأطن وبدأت حضرتك الحوار بالأطن المصري كان الأطن المصري كلنا في الريف ومننا من الريف كان دايما في سبتمبر يبدأ عملية الجانية بتاعت الأطن وحتى كان كل القرى تطلع وأهليها وستاتها وولادها عشان يجمعوا الأطن لأنه كان المحصول الرئيسي اللي بتحتمت حياتهم كلها عليها جي حصل تدهور لزراعات الأطن وبالتالي السيد الرئيس وجه أنه عهدت زراعة الأطن وقعدته إلى سابق عهده النهاردة مزروع عندنا السنة دي أطن 300 ألف فدان طب ليه الفلاحين أهلينا أقبلوا على زراعة الأطن لأنه فيه منظومة للتسويق بتاعت الأطن وبالتالي بياخد منه عائد مجزي وبالتالي أقبل على زراعة السنة اللي فات كان عندنا 200 ألف فدان السنة دي عندنا 300 ألف فدان يعني زيادة 100 ألف الفلاح المصري شاطر لما بيلاقي حاجة لها عائد اقتصادي ولها قيمة بالنسبة له وبالتالي بيتوجه الدولة بتقدم هذه الحزم التحفيزية المالية لأجل الأمن الغذائي ولأجل دعم الفلاح المصري الأسواق ما خدتش بالها من قصة القطن ولكن أهل الزراعة خدوا بالهم من قصة القطن علشان فيه دلوقتي الدولة بتستورد أو بتشتري من المزارعين وبتصنع لكن أن الناس خدت بالها من البطيخ الناس خدت بالها من المنجة الناس خدت بالها من عصيل زراعية كتير بقت متوفرة كتير حليني أسألك على المشروعات الكبيرة وفرت قد إيه فرص عمل للفلاح المصري بتكلم على مشروع مستقبل مصر على 100 مليون فدان على الظهير الصحراوي في الصحراء الغربية الأغلبه بقى أخضر ومشاء الله بيمتد الخضار والسطنون الأصفر وفرنا قد إيه فرص عمل وهل الماكانة الزراعية والتكنولوجيا خلصت الفرص ولا كان فيه فرص حياية للفلاح المصري طب خليني أقول لحضرتك رقم إحنا في 2014 كان إجمال المساحة الزراعية في مصر كلها الوادي والدلتا والمناطق الجديدة كنا بنتكلم على 8.7 مليون فدان كل المساحة الزراعية في مصر إحنا النهاردة المساحة الزراعية في مصر 9.7 مليون فدان يعني تقريبا قربنا من مليون فدان إضافة جديدة خلال هذه السنوات طيب إحنا النهاردة المليون فدان دي والمشروعات التوسع الأفقي الدولة المصرية والسيد الرئيس وإرادة سياسية وطفرة غير مسبوغة في قطاع الزراعة وفرت إيه؟ النهاردة عندنا اكتفاء ذاتي من كل ما حصيله القدار من كل ما حصيل الفكهة من الدواجن تقريبا عندنا تفائزاتي وكل القدروات وبنصدر 6 مليون طن السنة اللي فاتت تم تصديرهم من الحاصلات الزراعية المنتجات الزراعية المختلفة طب لو لا هذه المشروعات الزراعية الأملاقة كان يقبى وضعينا إيه؟ في ظل الأزمات الاقتصادية الموجودة اللي بتضرب العالم كله في ظل أزمة كورونا اللي عدد سنتين ما أثر على سلاسل الإمداد لو لا القرارات للسباقية والإرادة السياسية للتوسع في هذه المشروعات لما حسيتك بتكلم على الدلتة جديدة أو تشكة الخير أو وسط وشمال سيناء أو مناطق السعر الشمالي أو العوينات أو غيرها المستقبل مصر؟ دي من يعمل فيها؟ احنا جايبين ناس منبرأ بتشتغل في المشروعات هم أهلين الفلاحين المصريين أعدى الفلاح في العالم بالزبط هم أهلين الفلاحين وبالتالي تاني قطاع وفر فرص عمل من 2015 حتى الآن بعد قطاع التشهيد والبناء هو قطاع الزراع فعلا؟ بالفعل ده مؤكد بأرقام؟ مؤكد بأرقام لأن هذه المشروعات من يعمل فيها دي مشروعات زراعية من يعمل فيها وعشان كده لابد أن احنا كإعلام وإحنا بنشوف الأبواق الإعلامية الفاسدة اللي هي بتشكك في كل شيء لا لابد نطرح الواقع بتاعنا ونقول للناس أهو طب إحنا عارفين أن فيه أزمة ماية عالمية وإحنا شايفينها برغم من ده إحنا عملينا توسع في استسلح الأراضي وعملينا توسع في زيادة الرقعة الزراعية المصرية ودي حاجة محتاجة ماية كتير قوي إحنا عندنا منظومة راية حديث محترمة جدا أعتقد فادة الفلاح في أن هو يتعامل مع المستجدات الحديثة ويبقى بيتطور مع التكنولوجيا وكمان يقدر يسد على رأي الأراضي الجديدة إزاي ده حصل شوفي حضرتك إحنا كانت 6 مليون فدان في الواد والدلتة فتحتمد على الرأي بالغم النهاردة لما نعمل تبتم ترح لما نبدأ في تطول الرأي داخل الأراضي الأديمة والوحدات الزراعية الأديمة مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تعمل إعادة استخدام مية الصرف الزراعي مرتين فيش دولة في العالم بتعمل طب مشروع الدلتة الجديدة 60% بالنمج القومي للرأي 60% منه مية معالجة من محطة الحمام اللي بيتم إنشاءها دلوقتي ده بيأخذ مية الصرف الزراعي بيعمل لها عملية معالجة بتكلفة مالية ضخمة جدا وبيستخدم في المشروعات الجديدة ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية Smart Agri-Culture أو الزراع الزكي اللي هي الرأي الحديث الرأي المطور استخدام التقنية الحديثة التحول الرقمي كل ده بيستخدمه في المشروعات عشان يوفر مية لهذه المشروعات داخل الوادي والدلتة فيه المشروع بتاع تطوير الرأي الحقلي وده يعني مهم جدا على أساس إن احنا نوفر مية للتوسع احنا بنزيد سنويا مبارح السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء زدنا 20 مليون في العشر سنين وبالتالي دولا محتاجين أكل محتاجين شرب محتاجين تعليم محتاجين صحة وبالتالي لو لم تكنش عندك مشروعات كان يوبا فيه صعوبة بصفته هو المسؤول عن ضخ أو هو المسؤول عن الفلاح أكثر مقدم مبادرات كتير ابني مشروعك مبادرات تسهيل للشراء الغلال كمان بالفلوس يعني احنا شايفين إن كمان شغل كتير من البنك الزراعي حاصل بمناسبة عيد الفلاح ويمكن تم الإعلان عنه على مدار الأسبوع اللي فات بس خليني برضو عشان نقبأ يعني احنا منصفين ما زال هناك تحديات تواجه الفلاح المصري ما زال هناك يواجه أزمة في الأسمدة ما زال يواجه أزمة في عملية تسويق والسيد الرئيس بيوجه دائما بالتوسع في الزراعات التعاقدية وبالتالي حتى تطوير الرأي الحقلي البنك المركزي المصري والحكومة ضقت عشرة مليار جنيه بدون فايدة بتأسيط على عشر سنوات عشان يخش في منظومة تطوير الرأي الحقلي ولكن حتى الآن حتى اللحظة صحيح ما زال هناك الفلاح مش مقبل عليها يحتاج إلى إرشاد حقل إرشادي يقوله تطوير الرأي أهو عشان يبدأ هو يتبنى ويقتنع آه في حزمة تحفيزية ولكن تحتاج إلى تواجه أكثر على أي حال يعني ملف الدولة في الزراعة ملف كبير جدا محتاج حلقات مش حلقة صغيرة ومحتاج كتب لو تكلمنا عن الزراعة التعقودية لو تكلمنا عن المشروعات القومية اللي حصلت في توشكا وفي شرق العوينات وفي مستقبل مصر والمئة مليون فدان لو تكلمنا عن المشروعات الخاصة بالري لو تكلمنا عن الإرشاد الزراعي وعن اختيار التقاوي وتدخل الدولة في اختيار التقاوي لو تكلمنا عن شراء الدولة للمحاصيل وإعلانها عن أسعار اللي هتاخدها من الفلاحين من قبل ما يبتدي الموسم أشياء كتيرة جدا عملتها الدولة المصرية في عيد الفلاح بنقول الفلاح كل سنة وانت طيب يا أقدم فلاح في العالم فلاح المصري أول من زرع الأرض وأول من تسيد الأرض عبر نهر النيل فبنشكره الفلاح على كل جهوده اللي عملها وبنشكر أيضا الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعين على وجوده النهاردة معنا وبنقوله برضو كل سنة وحركة طيب كل سنة وانت طيبين وكل فلاحين مصر بخير ومصر دايما بخير بقيادتها بقيادة السيد الرئيس بقواتها المسلحة بشرطتها بينا كلنا كشعب مصر بإذن الله هننهض ونتقدم جميعا بإذن الله شكرا كتير